اشتركوا في القناة على خليج سرد يتجه تدريجيا نحو خليج كيبس ويساهم في تسير تير قوي من القطاع الشرقي توقعات نجوية المنتظرة لما بدى الظهر تقس كثيف الصحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية بشمال تونس رياح شرقية سرعة من 15 إلى 25 تتجاوز مؤقتا 35 عقدة مع صحب رعدية البحر يكون مفترب بشرق تونس رياح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة كذلك البحر مفترب وبخليج كيبس رياح شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة ثم تتقوى آخر النهار لتصل إلى 20-30 عقدة البحر مفترب فشدد الافتراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 5 أميل بالنسبة لهذه الليلة يتوصل تقس كثيف الصحب مع أمطار مؤقتا رعدية بشمال تونس رياح شرقية من 15 إلى 20 عقدة البحر مفترب فقليل الافتراب بشرق تونس رياح شرقية من 15 إلى 25 عقدة البحر يكون مفترب وبخليج كيبس رياح شرقية شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة البحر شدد الافتراب ورؤية تمتد من 5 أميل إلى ميلين توقعات نجوية المنتظرة اليوم الغد إن شاء الله يتوصل تقس كثيف الصحب مع أمطار متفرقة بسوحلنا شمالية ريح من قطاع الشرقية من 20 إلى 25 عقدة تتجاوز مؤقتا 35 عقدة مع الصحب الرعدية البحر يكون مفترب بخليج الحمامات كذلك ريح من قطاع الشرقية من 20 إلى 25 عقدة البحر مفترب ورؤية تمتد من ميلين إلى 5 أميل بالنسبة لمنطقتين الشباب وخليج كيبس ريح من قطاع الشرقية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتجاوز مؤقتا 40 عقدة مع صحب الرعدية البحر يكون شديد الافتراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 4 أميل نمر الآن إلى حركتي المدوى الجازر بميناء أسفيقس 45 سنتيمتر على الساعة 8 ليلة 53 دقيقة 1.62 سنتيمتر على ساعة 2 بعد منتصف الليل 53 دقيقة بميناء كيبس 51 سنتيمتر على الساعة 9 ليلة 40 دقيقة 1.99 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل 58 دقيقة بميناء جيرجيس 29 سنتيمتر على الساعة 8 ليلة 57 دقيقة و95 سنتيمتر على الساعة 3 صباحا وخمس دقائق في الختم ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموازع الصوتي زيارة موقع الويب أو بعض إرساليات قصيرة شكرا على حص المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء